أهلا بكم نكمل مع التعبير النمطية ومع نستدي جروبس اليوم سنكتب تعبير نمطي يتوافق بعض السترينجز معه وثم نأخذ أجزاء من هذه السترينج أو كابشرينج طبعا هذا لا داعي لتعقيد المواضيع بكل بساطة نكتب تعبير نمطي تتوافق معه سترينجز التي نريد وثم الجزء من هذه السترينجز التي نريد أخذها أو كابشرينج لها بكل بساطة نقوم بوضعها بين أقواص اعتيادية يعني هذا كله كل هذا الموضوع بالنسبة لكابشرينج جروبس فبداية لدينا هذه السترينجز نلاحظ فيها محارف هنا ثم فراغ ثم أربعة أرقام أو حروف عفون ثلاثة حروف وفراغ وثم أربعة أرقام هناك أكثر من طريقة لكتابة أي تعبير نمط يعني ليست هناك طريقة واحدة فبما أعرف وسأفكر بحل هذا السؤال فألاحظ أن هنا لدينا capital letter يبدأ هذا السترينج بcapital letter أو فيه capital letter وكل وساطة يمكنني أن أقول هنا أن أريد محرف واحد يكون من A to Z واحد من A to Z والمحرف الذي يليه هو الذي يليه سيكون حرف اعتيادي small letter فيمكنني القول مثلا من A to Z أريد أن يتكرر مرتين بالنسبة للفراغ يمكنني استخدام white space character S فأريدها أن تكون مرة واحدة وسأتركها فهي تعبر هنا عن مرة واحدة وثم لدينا أربعة أرقام فيمكنني استخدام digit هنا وأقول أن ال digit أريدها أن تتكرر أربع مرات فإذا بهذا الشكل قمت بالتوافق مع هذه السترينج الآن ما هو الشيء الذي أريد هنا أريد الشيء أريد January والسنة كاملة يعني بداية أريد أن أخذ كل السترينج الذي قمت بكتابته كل شيء فتوافقت مع هذا الآن أريد أخذ السنة فقط السنة فقط هي تعبر عنها الفور ديجيت هنا فسأضعها بين أقواس اعتيادية بكل بساطة فالآن أخذت السنة أيضا فلاحظوا كتبت التعبير النمط بهذا الشكل وأخذت كابشرينج الغروب التي أريدها منه بوضعها ضمن أقواس اعتيادية هنا يمكنكم النقر على السليوشن التي تروا السليوشن الذي وضعه هنا فهنا تلاحظون أن السليوشن الذي وضعه مختلف عن السليوشن الخاص بنا فما الشيء الذي كتبه هنا كتب إشارة جديدة أو استعادة عن الذي كتبته هنا أنا مثلا بالأرقاء بالأحرف فقال بدلا من هذا قم بوضع ونفس الشيء حقيقة نفس الشيء الفكرة هذا الموضوع أنه هذا يعني معناها أن ماتش محرف واحد يكون عبارة عن رقم أو يكون عبارة عن حرف أو يكون عبارة عن underscore طبعا عكس هذا الموضوع أن لا يكون عبارة عن رقم لا يكون عبارة عن حرف لا يكون عبارة عن underscore هو capital W بهذا الشكل فإذن لن يتوافق معهم فإذن هذا الشيء جديد في التعبير المطيل لم نتعرض له في السابق لكن هذا هو معناه مرة أخرى تعني محرف واحد قد يكون حرف قد يكون رقم أو قد يكون underscore capital W العكس عكس ذلك كل شيء ليس حرف ليس رقم وليس underscore فإذن هذا كله لهذا الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم شكرا للمشاهدة